في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية كوب 27 عقدت وزارة البيئة ورئيس التنفيذي للصندوق المناخ الأخضر مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل المؤتمر وأشرت وزارة البيئة ياسمي فؤاد أن مؤتمر المناخ المقبل يهدف إلى تسريع وطيرة الحصول على تمويل المناخ للدول النامية وبالأخص الدول الأفريقية وتحديد المبادرات الدولية التي تستطيع مصر بالتعاون مع الصندوق القاء الضوء عليها من أجل التصدي للتغيرات المناخية من جانبه أكد المدير التنفيذي للصندوق المناخ الأخضر الاتفاق مع رؤية المصرية في أن المؤتمر القادم يأتي للانتقال من مرحلة التعاهدات لتنفيذ الالتزامات مصر لديها الحقيقة محفظة كبيرة مع صندوق المناخ الأخضر بتصل لـ 500 مليون دولار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة كفاءة الطاقة وحماية الدلتا ولدينا مشروع ضخم بـ 34 مليون دولار بتقدمه وبتنفذه وزارة الموارد المائية والرأي ولكن مهم في إطار استضافة مصر للمؤتمر المناخي يبقى فيه ثلاث حاجات التفتح ومنقشة كل الأطراف اللي معنية بتغير المناخ كيفية دفع العمل المناخي وكيفية تمويل المشروعات المختلفة خاصة للكارة الأفريقية اللي احنا بنمثلها هناك أهمية كبرى لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية تغير المناخ والذي ستصدفه مصر فالمؤتمر المقبل سيركز على مرحلة التنفيذ وتحقيق الاتفاقيات والتعاهدات السابقة من خلال إجراءات ملموسة على الأرض أتطلع أن يشهد المؤتمر رفع مستوى طموح من كافة الدول سواء في مجالات خفض الانبعاثات أو التكايف مع أثار تغير المناخ بما يحقق أهداف اتفاق باريس